اكد صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حرص مملكة البحرين على تزيز اوجه التعاون مع مملكة هولندا الصديقة وتطوير العمل المشترك في مختلف المجالات بما يحقق الاهداف المشتركة واشر سموه الى اهمية مواصلة تنمية ما يجمع البلدين الصديقين من علاقات على كافة الاصعدة والدفع بها نحو افاق اوسع من التعاون والتنسيق المشترك جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله في اطار ترأس سموه نيابة عن حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه لوفد مملكة البحرين الى القمة الاولى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الاوروبي المنعقدة في بروكسل بمملكة بلجيكا دولة السيد ديك شوف رئيس وزراء مملكة هولندا الصديقة حيث اشار سموه الى الحرص المتبادل على توطيد العلاقات الثنائية والدفع بها نحو مسارات اكثر شمولة بما يعزز المصالح المتبادلة والاهداف المشتركة كما جرى خلال اللقاء بحث سبل تطوير التعاون المشترك بين البلدين وشعبيهما الصديقين واستعراض آخر المستجدات على الصعيدين الاقليمي والدولي